اشتركوا في القناة بيعيد الام وهي مناسبة يعني اعتاد الناس على الاحتفال بها تكريما للام تكريما لما قدمته الام لأطفالها لبيتها لمجتمعها لأوطانها والام يعني تشكل ركنا أساسيا ومهما في بناء هذا المجتمع وفي تربيته وتنشئته وبنائه البناء الرصين والقوي وفي رفض المجتمع بالابناء الصالحين الأم كما قال الشاعر مدرسة من أعدادها أعدادها شعبا طيبا لعراقي هذه الحقيقة والأم قضية كبيرة بالنسبة لأولادها بالنسبة لعائلتها بالنسبة لمجتمعها ومثل حال كل الناس أهل العراق أيضا احتفلوا بيوم الأم وكنا نشاهد خلال أسبوع الماضي البعض من المسؤولين أو غالبية المسؤولين في العملية السياسية يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر برقيات مباشرة يهنئون الأم العراقية ويثنون عليها وانت تقرأ هذه العبارات وانت تقرأ ما يكتبونه تجد في نفسك حسرة تجد حجم الرياء وحجم الكذب الذي يمارسه هؤلاء وهم يتعاطون مع قضية مهمة إنسانية وإخلاقية وتربوية كبيرة جدا الأم أوصانا رب العالمين بها عندما أوصى بالوالدين خيرا وذكر معاناتها بالقرآن عندما تحمل الشخص تعمل بالطفل وتعاني لكي تلده وتتولى أرضاه وتنشئته هذه الأم والأم العراقي ربما آخر من يتحدث عنها هم هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ عام 2003 لحد الآن لأنهم هم الذين أساءوا إلى هذه الأم هم الذين يعني اعتدوا عليها واعتدوا على كيانها واعتدوا على حياتها واعتدوا على كل الأطر التي تجعلها سعيدة ومكرمة وموفورة الكرامة والإنسانية والحفظ وهو شرط أساسي وواجب أساسي على كل المجتمع وعلى كل البيوت وعلى كل الأبناء وعلى كل الأبناء لكن هؤلاء لا يعرفون في هذا الشيء الأم العراقية الأم ربما من بين الأمهات اللواتي يعانينا وعانينا ويعانينا من آلام آلام الفرقة والعذاب والأذى والسوء والفقد كم لدينا من الأمهات يعني الأرامة كم لدينا أكثر من ثلاث ملايين أرملة كم عدد النساء الذي فقدنا معيلهم فقدنا الزوج وفقدنا الأبناء ننظر إلى الأمهات في الموصل وفي بغداد وفي صلاح الدين وفي الأنبار وفي غيرها وفي كل مناطق العراق في البصرة والعمارة والناصرية وفي كل مكان اللي فقدوا أبنائهم من الفقر فقدت معيلها فقدت زوجها فقدت عائلتها تطرت إلى العمل تطرت إلى نزول إلى الشارع والعمل في أعمال لا تليق بالمرأة العراقية لا تليق بالمرأة أساسا ولا تليق بالمرأة العراقية لكنها ارتضت ذلك وقبلت به من أجل أولادها من أجل سعادة أبنائها من أجل أن توفر لقمة العيش كم من النساء أكثر من مليونين مرأة تعمل الآن بأعمال يعني ربما لا يعملها الرجال في معامل الطابوق وفي مكبات النفايات وفي أماكن خطرة وفي الأسواق والتعرض إلى كل أنواع المخاطر من أجل أولادها لأنه لا رعاية لهم ولا عناية بهم ويأتيك يوم الأم العراقية وإذا بهم يكتبون القصائد ويكتبون البرقيات هؤلاء الذين يتشدقون بحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن ليمتدحوا المرأة العراقية ويمتدحوا هذا الزمن الشفاف والحرية والرفاهية التي تعيشها ما هذا الكذب وما هذا الرياء؟ الأم العراقية عانت وتعاني وما زلت تعاني عانت وهي نازحة تجر وراءها مجموعة من أطفال أخذوا قتلوا والدهم أو أخذوه يعني لا أحد يعرف وين غيبوه في سجون وفي مقابر وجماعية ولا أحد يدري وقفت عند أسوار بغداد على جسر بزيب زغير حولهم يدخلوها إلى بغداد خوفا منها وخوفا من أطفالها هؤلاء الصغار هؤلاء الذين يكتبون الآن عن محاسن المرأة العراقية ذهبت إلى الخيم وعاشت سنوات طويلة بالخيمة تعاني من برد الشتاء تعاني من حر الصيف تعاني من الفاقة قلة الدواء وقلة الطعام وقلة العناية ماتوا أطفالها أمامها كثير من العوائل قضت أمام أعين أمهاتهم كثير من الأطفال قضوا بسبب عدم توفر الدواء والحليب والغذاء والأمراض التي تفتك بهم تراهم لا يدخلون المدارس وكانت تتحرق وتحلب في أن تدخلهم المدارس وتصبحون في أعلى المراكز وأعلى الأماكن هذا جزء من معاناة المرأة العراقية هذه المرأة العراقية التي تعمل اليوم في الأسواق وفي أماكن خطرة من أجل لقمة العيش لأنها لا تريد أن تفقد كرامتها لا تريد أن أحد يعني يتعطف عليها ويعطيها مالا لكي تعيش أطفالها وبالتالي يعني تتحمل مشاكل كبيرة بسبب ذلك لكنها رضيت بالعذاب والأذى والسوء والأعمال الشاقة لكي تعيي عائلتها وأطفالها تدخلهم المدارس وكم من مرأة عراقية تطرت إلى أن تمنع أولادها من الدخول إلى المدارس وهي تحب أن تراهم في أعلى الأماكن تراهم متعلبين ودارسين وفي أعلى المناصب وأعلى الشهادات يحصلون عليها لكنها تضطر إلى منعهم من الدراسة وأخذهم معها إلى السوق إلى أماكن العمل لكي توفر لقمة العيش لجزء ربما من أطفالها يدرسون والباقي لا يدرسون هكذا هي معاناة المرأة العراقية كم من أطفال أكثر من مليون طفل في بغداد فقط أطفال الشوارح هؤلاء يعودون إلى أمهات وأباء تركوهم أما الأب متوفي أو الأخ الكبير متوفي قتلوا وتقلوا وغيبوا ولم تبقى سوى أمه لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذا المجتمع القاسي وهذا المجتمع الذي لا يراعي شيئا لأنه مزقته الميليشيات ومزقته المثل والقيم البالية والخربة مع الأسف الشديد هكذا مر يوم الأم وهكذا يمر كل سنة يوم الأم وهي في ضيم وهي كارثة وهي في معاناة شديدة لا نقول إلا في هذا اليوم إلا رحم الله أمهاتكم ورحم أمي ممن ماتوا وأطال الله في عمر من بقينا أحياء وأسعدهن الله وأعطاهن ما يتمنينا من أماني جميلة ورائعة لأطفالهم والبيوتهم وحفظهم من كل سوء هذه الأم الجميلة الرائعة الأم العراقية التي وقفت مع زوجها ووقفت مع بيتها تعاني الأمرين تعاني من ظنك العيش وتعاني من المجتمع تعاني من خوفها على أولادها تعاني من خوفها على لقمة العيش ومحاولتها جلب لقمة العيش بقوة هذه المعاناة لا تنتهي لا بانتهاء هذا النظام الذي صنع كل هذا الضيم كل هذا السوء للمجتمع وللأم العراقية تحية للأم العراقية في يوم عيدها وتحية لها في كل يوم وفي كل ثانية لأنها أم بطلة أم رائعة نقبل يديها ونقبل رأسها ونقبل قدميها لأنها أم تستحق كل التقدير وكل الاحترام وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة